القناة الأعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائماً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 في قلب دمشق اشتركوا في القناة 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 معكم اليوم لكي أستمد القوة في مواجهة كل ما تتعرض له سوريا وأنا لم أشعر بالضعف بيومنا الأيام بفضلكم من خلال قوتكم من خلال هذه البوصلة التي تدلنا دائما على الطريق الصحيح وأردت أن أكون معكم أيضا بوجهة شكرة لكم وأبثكم محبتي لكم ولكل مواطن سوري خرج في كل ساحة في كل مدينة في كل حي في كل شارع أحييكم وأنتم تخرجون من المساجد ومن الكنائس ومن المدارس ومن الجامعات تقفون في وجه التغريب وتدعمون التعريب وتؤكدون على مؤسساتكم وفي مقدمتها مؤسسة الجيش والقوات المسلحة التي يسقط شهداءها في كل يوم لكي نكون آمنين لكي نكون أحرار أبثكم محبتي ولا أريد أن أقول بأن الوطن يتعرض لمؤامر أو أنه في خطر فأنتم هنا لهذا السبب ولا أريد أن أقول بأننا يجب أن نكون مستعدين عندما ينادين الوطن فالإنسان الوطني ليس بحاجة لنداء ويتحرك مباشرة بدافع ذاتي وأنتم تقومون بهذا الشيء المهم أن نمتلك الثقة بالمستقبل وأن أمتلك هذه الثقة بالمستقبل وبكم ومن خلالكم لأننا سننتصر من دون أدنى شك على المؤامرة هم الآن في مراحلهم هم الآن في مراحلهم الأخيرة أو في مرحلتهم الأخيرة من المؤامرة ونحن سنجعل هذه المرحلة هي النهاية بالنسبة لهم ولمخططاتهم أبثكم تحياتي أتمنى أن أصابح كل واحد في هذه الساحة وفي حلب وفي الحسكة وفي درعا وفي كل مكان من هذا الوطن الغالي أتمنى لكم ولكل مواطن شريف التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله راحت فتاة أبو حافل أبو حافل أبو حافل أبو حافل أبو حافل شباب شباب شباب